السنة دي فيه مسابقة للأمهات المثاليات اللي بتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وعلنت بالأمس على أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية من بين الأمهات دي كانت السيدة أميمة يوسف الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة على مستوى الجمهورية واللي بتشارك في الحياة في مبادرة حياة كريمة لأطلقها السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير من عام 2019 2019 لتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجا في مستوى أو على مستوى الجمهورية تحديدا هي معنا دلوقتي على الهاتف بنصبح عليها صباح الخير يا سيدة أميمة صباح النور كل سنة وحضرتك طيبة وبألف خير وصح يا رب دايما وبألف خير يا رب ومبروك التكريم الله يبارك حضرتك عاوزين نعرف بقى يعني حضرتك اتكرمتي على دورك في التطوع في مبادرة حياة كريمة عاوز عرف ازاي بتشاركي في مبادرة حياة كريمة حضرتك أنا حياة كريمة نزلت عندنا قرية علي مبارك من سنة 2000 من شهر 11 2019 محافظة ايه؟ شاركت مع فريق متطوعين ان احنا نحصر عدد القرية ونرفحها على موقع الرئاسة وطبعا توفير اماكن للتدليب واماكن المؤتمرات والقوافل وساهمنا في ان احنا نساعد اختيار المنازل اللي تم تطورها وبرضو متابعة العمل في القرية مع اللي تم تنفيذه من حياة كريمة من صرف صحي لتطوير مدارس لمراكز شباب لتطوير حضانات دي طبعا كانت حاجة جميلة جدا من السيد الرئيس وده احنا بنشكره عليه ان هو يعني اختقر القرية ديك واحنا كمان بنشكرك على دورك التطوع ده الله يخليك يا رب الله يخليك ودي كانت حاجة احنا بس نتمنى من سيادة الرئيس ان المسيرة تستمر وان هي تستكمل في احسن حال أستاذ أميمة صباح الخير وكل سنة وانتي طيبة وعيد أم سعيد كل سنة وحضرتك طيبة ومبروك التكريم لأم المسالية المتطوعة عن مبادرة حياة كريمة وليلي مين قدملك في المسابقة بصي حضرتك هو انطلب مني ان انا يعني في قدرت التضامن ان احنا الرشح امهات مساليات من عندنا من تابع جماية تنمية المجتمع البنات اللي هم شغالين معايا في مشرفات حضانة وشغالين معايا متطوعين برضو في حصر الأسر وكده هم اللي طلبوا ان انا لازم اقدم يعني ايه ورق ايه كده كنت متوقعة طيبة انك تكسبي نعم كنت متوقعة تكسبي الجهازة دي لا طبعا لا لا حاجة ما كنتش متوقعها فعلا لان ما يعني انا ما كنتش منتظرة حاجة زي كده وان انا بعمل الشغل دوت لان انا بحب العمل الخيري ويعني مش ما كنتش منتظرة يعني التكريم ده بس الحمد لله ان ربنا كرمني بحاجة زي كده ويعني بشكر معايا الوزيرة والستاد الرئيس والمحافظة ان هم يعني اختروني وكرموني من ضمن الامهات المساليات يعني استاذة أميمة يعني اكيد التكريم ده على نياتكم ترزقون فأكيد حضرتك زي ما قلت بتحب العمل الخيري فعشان كده يعني ربنا طبطب عليك بالتكريم ده بس عاوزة عارف بقى أكيد يعني حضرتك عندك أولاد ازاي قدرت عندي أحمد ربنا يخلهولك يا رب ويبارك فيه عاوزيني يعرف ازاي قدرت تجمعي ما بين العمل التطوعي وبيتك ولو بتشتغلي كمان حضرتك أولا أنا مطلقة طبعا ما عنديش غير أحمد إبني ربنا يبارك لكي أنا عمدي أرض نستلمها من مشروع شباب الخردين بتزرعيها ولا بتزرعيها الأرض دي آه بزرع أرضي قاب نفس الصبح الساعة بعد الفجر على طول بسرح أرضي بروح الأرض بعمل شغلي لحد الساعة 9 في الأرض برجع أشوف لو في حاجة يعني مثلا في جمعية تنميس المجتمع في الجمعية الزراعية في يعني أي حد في القرية مثلا محتاج مساعدة إن أنا مثلا أقدر أوفر له مشكلة هو مش عارف يعملها أنا بحلها له نعم ماشي لحد الساعة مثلا 2 بعد كده بروح أرضي برضو وأكمل شغلي في الأرض والحمد لله يعني ربنا كريمني ومسطورة معاي أم أيمن عارفة أن أكتر حاجة بتفرح الأمهات كلام ولادهم أحمد عنده كم سنة وأكتر حاجة بيقول هالك بتأثر فيكي وانتي بتعملي مجهود كبير زي اللي بتحكي عنه بتزرعي أرضك وتعملي عمل تطوعي بصراحة أحمد عنده 26 سنة هو في باكل بيو الزراعة ودي اللي أنا صممت إنه هو يكمل في الزراعة بالذات عشان الأرض إن شاء الله ربنا يوفاو ويقدر يساعدك ويقف معاك أيوة بالزبط كده لأنها بتاعتك يعني معلسة أنا مش هعيس له العمر كله هي أرضه أكيد غير كده أنا جوزته والحمد لله ربنا برضو كرمه بالنوتة جميلة جدا ربنا يباركلك فيهم ودايما تعيشي وتفرحي بيهم ستة أميمة يوسف الحاصلة على المركز الأول للأم المتطوعة على مستوى الجمهورية أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معاين